الأهلي تكمل انطلاقة ميستر فيلر المميزة حتى هذه اللحظة مع الفريق الأحمر فيلر كسب مباراة برأرضه في بطولة أفريقيا كسب السوبر على الزمالك وكسب أول مباراة في بطولة الدوري الكلام كتير بقى في إيه؟ الأهم طبعاً تلت نقط الكلام كتير على بعض العناصر اللي ما بتلعبشة أو بعض العناصر اللي بتبقى خارج القايمة وتساؤلها بتبقى كتير وفي الحقيقة الواحد بيلاحظ دايماً على السوشيال ميديا هو ليه صالح الجمعة برق قايمة طب أليو ديانج يا جماعة عمل إيه عشان ما يخشش القايمة طب أحمد الشيخ لعب أو ماتش طو ماتش التاني راح فين والتالت راح فين الكلام كتير قوي في الجزئية دي لكن في نفس الوقت احنا في الآخر بنشجع مين؟ احنا بنشجع النادي الأهلي ما بنشجعش لعيب في النادي الأهلي كجمهور يعني للنادي طبيعي ان انت بتشجع في نفس الوقت برضو مستر بايلر مبارح بعد المباراة في المؤتمر الصحفي قال ان انا بجرب وبشوف عدد كبير من اللاعبين عشان اقدر قايمهم ووقف على مستوىات كل اللاعبين اللي عندي خصوصا ان هو لسه راجل جاي ما بقلوش كتير يعني زبعين عشرين يوم ما كمالش عشرين يوم يعني فبالتالي مش من مصلحة النادي الأهلي خاصص مش من مصلحة الفريق الأول لقرأة القدم من النادي ان احنا دايما نعض نطرس صد الأخطاء على فكرة لو صالح جماعة وحمد الشيخ وقاليو ديانج والناس دي جوا قايمة وخرج ثلاث أسماء غيرهم او أكتر من او صالح محسن كمان لو خرج غيرهم برا حنسأل برضو ليه الناس دي برا فدي طبيعة الفرق الكبيرة بيبقى عندك ثلاثين لاعب بالقايمة بتاعتك اي ان كان عددها دايما كلهم لعبة جمدة كلهم جهزين جدا ان هم يلعبوا اي مباراة فالطبيعي والافضل الافضل من جمهور النادي الاهلي ان احنا نركز بس في القايمة بتاعت الثمانتاشر اللي هيخود اي مباراة الهدف من اي مباراة ان احنا نكسب بغض النظر عن الاسماء لكن خليك متأكد خليك متأكد كاهلاوي ان بعد فترة لما ميستر دايلر يقيم اللاعبين بالشكل الكامل وياخد انطبعته الكاملة عن كل اللاعبين من خلال عدد البمباريات اللي هتلعبت هنقدر نشوف كل اللاعبين في مستويات مميزة جدا وعلى فكرة دي استراتيجية وسياسة ممكن تكون فيها مجاسفة شوية اه في الحقيقة فيها مجاسفة شوية ان انت لعبت اول مطش بتشكيل او عناصر اتنين تلاتة لعبوا وما لعبوش مطش اللي بعده لعب اتنين تلاتة غيرهم ومطش اللي بعديهم لعب او مطش التالت لعب لعبين اخرين هي مجاسفة شوية لكن اكيد او الواضح كمان ان هي مجاسفة محسوبة في ظل استراتيجية مستر بايلر في تجهيز اكبر كم ممكن من اللاعبين ومجاسفة ليه برضو لان هو في انطلاقته لازم يكسب ثقة الجمهور اعتقد اعتقد ان هو كسب ثقة الجمهور واكيد كسب ثقة الجمهور مش اعتقد ليه ده واحد خد سوبر من قدام الزمالك ومطش صعبه عمل مباراة كبيرة جدا كسب برا ارضه اتنين سفر كسب مبارح واحد سفر السقة كويس السقة اعتقدت عند جمهور النادي الاهلي حتى لو بنسبة ما لكن هي النسبة كبيرة ففي كل الاحوال هنفضل مسندين ليه فكر واستراتيجية مستر بايلر عشان هي دي مصلحة النادي الاهلي وبالمناسبة البعض ابي اقولك الاسماء فين لكن انا ملاحظ ان الناس مبسوطة من طريقة لعب النادي الاهلي الفكر الهجومي الدائم اللي بيلعب بيه مستر بايلر حتى لو بدنيا انت محتاج بعض التزبيطات لكن كل الامور دي هتتزبط على مدار الفترة اللي جاية وبعد التوقف الدولي القادم هتبقى فرصة جديدة او كبيرة واضافة للمستر بايلر انه هو يرتب كل اوراقه بشكل عام اللي اهم بقى في القصة كلها ايه ان الاهلي كسب من بقرها هو دا المهم الحمد لله الفريق كسب وخد اول ثلاث نقط وان شاء الله القادم اهم دايما عند اي فريق بطل انه هو بيفكر في اللي جاي الجاي بالنسبة له اهم من اللي فقت حتى لو خد بطوله اللي جاي هو المهم اللي جاي ايه مباراة كانو سبورت يوم السبت القادم الساعة تسعة على ملعب السلام وان شاء الله بإذن الله ممكن بعضه يقول ما هي مباراة سهلة لكن مستر بايلر ايضا هستفيد من هذه المباراة من خلال تجربة بعض العناصر برضو في اطار محدود عشان ما يتعرضش لأي كاب ولا قدر على الله فرصنا جبيرة طبعا في التأهل بإذن الله لدور المجموعات من بطول الدوري أبطال أفريقيا شكرا